أولاً بدنا نهنئكم على هذا الفعل الإنساني ومواكبة والعمل مع الأطفال يعني من أهم المسؤوليات المجتمعية التي تقع على عاطقنا كمجتمع وعلى عاطقكم كأطباء فنتحدث عن خصوصية أيضاً اليوم العالمي لمرضى السكري وكيف يعني ربطتوا ما بينه وما بين أطفال مرضى السكري يعني بالفعل في البداية أنه أنا بشكركم على هذه الاستضافة وبشكر كمان جمعية أصدقاء مرضى السكري وبشكر كمان المجلس الأعلى لغياضة والشباب اللي كان احتضن هاي الفعالية الموجودة المهمة جداً نعتبرها لمرضى وأطفال والشجعان السكريين في فلسطين طبعاً هاي الفعالية احنا عملناها قبل يومين ثلاثة من اللي هو اليوم العالمي السكري عساسة صادف ونعمل فعاليات باليوم العالمي السكري وكان الفئة المستهدفة اللي هي الفئة كثير صعبة عندنا بالنسبة للعلاج وبالنسبة للمتابعة اللي هي ما بين 13 سنة و18 سنة وهاي في سن المراهقة طبعاً سن من الأشياء الصعبة جداً المتابعة وعلاجها وفرد اللي هي من الأهالي السيطرة عليهم أو تقييدهم فلهذا السبب احنا هاي الفئة اللي هي المخيم هنا جبناهم عندنا كانوا لحالهم موجدين بدون أهليهم وكان فكرة المخيم كانت مهمة جداً إنه نعمل كنظام لهم وليس بس إنه الإنسان يعني هم في البيت كانوا عايشين حياتهم الطبيعية كانوا يأكلوا كمان وكان عندهم نظام ولكن في المخيم كان عندهم نظام ساعات يصحوا فيها ساعات يناموا فيها فيه ساعات الغياضة الممارسة الغياضة ساعات تثقفية فيه كمان اللي هي محاضرات والجميل دكتور إنهم جميعهم أطفال مرضى السكري فهيك بتسنى للطفل مريض السكري بإنه يعرف ويتطمئن أنه ليس الوحيد ومن الممكن أيضاً يتعلم من الأطفال الموجودين معه يتعلم الصبر يتعلم كيف ممكن هو يتجنب الأشياء المؤذية لإله فكيف أيضاً إلى جانب خلينا نحكي التثقيف والتوعية كيف عملته على نفسية الأطفال لأنه كلنا يعني حتى الناضجين لما نسمع كلمة مرض بيصير في عندنا شوي تخوف فما بالك أطفال؟ أحنا طبعاً نعمل هذا الإشي من أول يوم للتشخيص للمعرض كل الأهالي ولو مريض السكري أنت مش مريض وأنت إنسان طبيعي بتعيش حياتك الطبيعية أنت ممكن تسير طبيب تسير مهندس تسير مدرس وتعيش حياتك الطبيعية ما فيش أي إنسان بقدر يفارك بينك وبين الإنسان الطبيعي بالعكس أحنا اشتغلنا على نفسية هذول الأطفال والأطفال هذولوا كل ياتهم هم لما شافوا أطفال زي ما اتفضلت أنه أطفال تانيين عايشين نفس الحياة قالوا نعم أحنا نستطيع نعم نحنا نستطيع أنه نعيش بحياة أفضل وحياة أحسن وأنه أحنا مش مرضى أحنا بنعيش حياتنا الطبيعية كل ياتها بس اللهم في عندنا نظام وعندنا تنظيم وعندنا بعض العلاجات الموجودة تختلف شوي بسيط عن إيش عن بعض المرضى عن بعض الناس الطبيعيين ولكن الإنسان اللي بيكون مستمع للإرشادات الطبيب والإرشادات المثقفين الناس المثقفين في الموضوع عليه فبعيش حياته طبيعية بدون أي مشاكل بدون أي عارات جانبية فالنفسية بالفعل تغيرت عند كل مرضى والإشي اللي بدي أحكلك هي أنه يعني حتى من المتطوعين اللي كانوا موجودين والمرشدين اللي كانوا موجودين والمشرفين على هذا المقيم كانوا ناس مرضى عندهم سكري وكانوا هم يقولوا أحنا نفتخر يعني هاي الشغلات أبكتنا أحنا لما قالت مريضة أنا أفتخر أنه عندي سكري لأنني جيت أرعى ناس عندهم إيش أطفال عندهم سكري فكان هاي من الشغلات اللي كثير إيش بصراحة مهمة جدا التصالح لربما تصالح مع موضوع وجود المرض هو نصف حل المشكلة إذا ما كان في قبول إذن راح يكون في قبول لطريقة العلاج طيب دكتور يعني بالحديث نحن لازمنا نتحدث عن أطفال يعني في التعلم باللعب في كتير أساليب يعني ممكن أن الأطفال يكتسبوا من خلالها مهارات حياتية من خلال اللعب العلاج هل ممكن يكون باللعب؟ طبعا العلاج أكيد باللعب في هيلو بنزل النسبة اللي هي السكر عندهم ولكن لازم يعطيهم الإنسولين يعني اللي يختلف السكري الأطفال عن الكبار أو عن أي نوع تاني سكري اللي هو اعتماده على الإنسولين والإنسولين كل إنسان الشخص السكري النوع الأول هذا الأطفال بيصير عندهم أمراض مناعية ذاتية بيسموها بنصاب السكري ليس وراثيا لحد اللحظة هاي ما فيه اكتشافات وراثية أن السكري النوع الأول سبب وراثي ولكن في عنا احنا في فلسطين هنا بعض العائلات اللي عندهم أربع ولاد وخمسة ولاد عندهم سكري وبعيشوا حياتهم الطبيعية ما فيش أي مشكلة فلهذا السبب بمارس ترياض واللعب والنمط الحياة وتنظيم الحياة كثير ساعد على تنظيم السكر عند مرضى السكري صحيح إلى جانب ذلك قصدت أنه الطفل هل ممكن أن يستوعب طرق العلاج عن طريق اللعب عن طريق أنشطة معينة من خلال هل ممكن تكونوا استخدمتوها أصلا في المخيم الصيف أي نعم يعني هاي الشغلة كانت كثير توجهات فيها يعني المرشدين اللي هناك يستخدم هاي كل الطرق عساس أنه حببوا المرضى اللي هي في الفحص في القياس اللي بخافهم منه ترى في أي طفل من الأطفال أنت بليك تخوفيه خوفيه في الإبري مضموط لا هم طرق بشكل يومي يمكن أو شكل دوري أنه لازم يفحص السكر اللي هي قبل الفطور قبل غدا قبل العشاء لازم يفحصه عساس يطمئن على نفسه ولكن كان هذا الهدف من هدف المخيم أنه أحنا أن نوعيهم لهذا الموضوع أنه هاي الشغلة بقدر الإنسان يتعايش فيها وفيه كمان كان أعمار يعني الأطفال من 13 سنة كانوا 14 سنة وكانوا 18 سنة فلهذا السبب كل هاتهم كان فيه طفارق ولكن كل هاتهم كانوا مبسوطين يعني لو ما بتتصور كيف الفرحة كانت وأنا كمان مرة بشكر الجمعية وبشكر كل الناس اللي ساهموا ودعموا هذا المخيم ولكن المفروض يكون فيه دعم أكتر وأكتر والتثقيف أكثر من في المدارس وفي المؤسسات وفي كل مكان لمرض السكري وكامان هس حاليا طبعا فيه الأدوية اللي هي الأدوية أقلام الإنسلين متوفرة في وزارة الصحة طبعا كانت مكلفة ولكن بتمنى أنه كمان هل هي بتتوفر للأطفال مقابل مبلغ مكلف يعني؟ لا هس حاليا لا هس حاليا بقدروا الأطفال ياخدوها من وزارة الصحة بدون تكاليف بدون أي شيء ولكن منتأملنا أنه كمان كل المؤسسات يكون فيه أشياء مش مجانا يكون كمان شرائح السكر يكون مجانية اللي هو بقلس فيها السكر أديش كتور نسبة الأطفال المصابين بالسكري في فلسطين؟ نسبة الأطفال في فلسطين هنا هي تعادل 35% من نسبة مرضى السكري بشكل عام ولكن أحضر الإحصائيات اللي عندنا فيه تزايد فيها فيه تقريبا من 3000 إلى 3500 شخص في فلسطين أطفال في الضفة الغربية وفي قطاع غزة نفس العدد تقريبا 3500 واحد الأطفال الموجودين ولكن فيه تزايد فيه السكري النوع الأول والسكري النوع الثاني بسبب أنه الأطفال استخدماتهم للتلفونات عدم الحركة قلة الحركة الفاستفود اللي باكلوا النمط الحياة اللي باكلوا صار فيه تزايد للنوع السكري النوع الثاني في فئة الأطفال خصوصا في فترة جائحة كورونا هاي الأمور زادت من إيش؟ أعادوا بالبيت فما فيه أي حركة حتى اللعب ما كان متاح فزادت السمنة عند الأطفال فقلت الحركة لهذا السبب أنه زاد لخطر أنه يصير عندهم السكري النوع الثاني خصوصا الناس اللي في العائلات عندهم مرض سكري جميل يعني بالحديث عن الأطفال يعني نبقى في دائرة الأطفال واكتشاف مرض السكري هو مرض صامت بطبيعة الحال عند الكبار أو حتى عند الصغار فالأهالي كيف من الممكن أنهم يلحظوا وجود أعراض للمرض رغم أن الأعراض أيضا صامتة في بعض الأحيان يعني بالأطفال بالعادة هي بتكون غير صامتة الأطفال بكونوا يشربوا مية كتير ويبولوا كتير وينزل وزنهم بصيروا يأكلوا زيادة عن اللازم إذا الطفل عمره سنة وبكونوا محفظ الأم بتكون إذا حفظته مرتين ثلاثة في اليوم بصير تحفظوا عشر مرات وسبع مرات فبصير تلاحظ أنه في شيء غير طبيعي صار عند ابنها أنه صار يبول زيادة عن اللازم لأنه مرض السكري إن هي العلامة الأولى هالي لأي نعم إنه بصيروا يشربوا مية كتير ويصيروا إيش يبولوا كتير طبعا في البداية الأهل بيكونوا كلهم شكوكهم على أنه التهاب في المسائك البولية بيروح سألتهاب في البول بلاكوا أنه فيه السكر في البول لأنه مش لازم يكون فيه السكر في البول موجود إلا إذا كان السكر ينسبته في الدم أكتر من 180 فلهذا السبب الأهل لما يشوفوا إنه هاي النسبة موجودة عند الطبيب بيعملهم فحص التعاكم بيسموه مخزون السكر التعاكم اللي هو بقيس ثلاثة شهور سابقات فإذا كان أعلى من ستة وأربعة في العشرة فبيكون التشخيص إنه عنده مرض السكر ولكن لازم نعمل فعصات إن أكتد شو السبب دقيقة يعني لازم إذا ما لاحظ الأهل أي مشاكل أو أي أعراض إنهم يقوموا بالتحري حتى يعرفوا تشخيص الطفل شكراً كتير لحضرتك دكتور حسن عيدة على كل هذه الإضاحات نتمنى لكم كل التوفيق بجمعية أصدقاء مرضى السكري يعني أهدافكم سامية ونتمنى دائماً إنكم تضلكم على متابعة مع جميع مرضى السكري إن كان أطفال أو حتى بالغين شكراً إليكم لجميع المشاهدين وشكراً